وفي ديال انطلقت عملية امنية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي في خنقين خلية الاعلام الامني في بيان لها قالت ان قوة مشتركة من الجيش والحجد الشعبي وباسناد من الطيران العراقي شرعت بعملية امنية في منطقة زور الاصلاح في قضاء خنقين وضافت الخلية ان القوات الامنية ستستمر في عملياتها التعرضية لمطردة بقايا داعش الارهابي والقضاء عليهم هذه العملية الغرض من عدها ملاحقة تنظيم داعش الارهابي المتواجد في منطقة زور الاصلاح بالتحديد هذه المنطقة وعرة جدا ومنطقة فيها كثافة الحقيقة الزراعية عالية جدا شارك في هذه العملية الفرقة التاسعة فرقة الخامسة الحجد الشعبي اللي خاص بدياله وكذلك ايضا بتوجيه من القائد العام القوات المسلحة المحترم قاد هذه العملية ايضا وبتخطيط من قيارة العمليات المشتركة قادها قائد القوات البرية اللي متواجد هناك الاسناد اللي قدمه اليوم طيران الجيش كان مهم جدا قتلنا عدد منهم شققنا الطرق باتجاه مضافات العدو